أكثر من 15 قتيلاً و30 جريحاً سقطوا جراء غارات جوية على مدينة إدلب شمال سوريا هذه الغارات بدأت مع طلوع فجر الثلاثاء وأدت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة واستمرت طيلة النهار عمليات البحث عن ناجينة والقتل تحت الأنقاض هوية الطائرات العسكرية لم تحدد لكن وزارة الدفاع الروسية نفت الأنباء حول تنفيذ الطيران الروسي غارات على المدينة من ناحية أخرى وعن التحالف الأمريكي صرح الرئيس السوري بشار الأسد عندما نتحدث عن المساهمة في العملية ضد داعش في الواقع لم تكن هناك عملية ضد داعش كانت عملية تجميلية إذا أردت الحديث عن التحالف الأمريكي ضد داعش لقد كانت حالفاً وهمياً لأن داعش كانت تتوسع خلال تلك العملية وفي الوقت نفسه كانت تلك العملية غير قانونية لأنها تمت دون التشاور مع الحكومة السورية هذا واختتمت مجموعة الرقابة على الهدنة في سوريا أعمالها يوم الاثنين في العاصمة الكزاخستانية أستانا هذه اللجنة المنبثقة عن مفاوضات أستانا التي عقدت الشهر المنصرم قد تجتمع متصف الشهر الجاري قبل مفاوضات جناف